ويجب أن تأخذ الاهتمام وهي قضية حرق المصحف مجدداً وفي السويد مجدداً وكأن السويد هي الدولة التي اختارت طواعية أن تكون موضع لهذا النقد أو موضع لهذا الفعل الشنيع أو الفعل الحقير الذي تحدثنا عنه مراراً بقول للسويد، سفير السويد في القاهرة وبقول للقائمين على الأمر في السويد هذه ليست حرية هذه ليست حرية وإنما هذه هي العنصرية بمعناها الدقيق ما يمارس على أرض السويد وبموافقة السلطات السويدية أن حرية التعبير هو عنصرية بغيضة مقيتة كريهة بفكر حضرتكم أن السويد شهدت من قبل مرات عديدة لحرق المصحف الشريف على أرض السويد أمام أعين السلطات وفي حمايتها بدعوة حرية التعبير مكفولة للجميع دستورياً بقول أنه كان سويدي بيحرق القرآن كان جنسية مش عارف إيه بيحرق القرآن وإحنا بننطفد وننشجبه إلى آخره هذه المرة غيروا الفلسفة شوي جابوا واحد لاجئ عربي عراقي يعمل هذا الكلام طبعاً في زاوية للمعالجة بتقول أنه واحد عايز ترند عايز حاجة حديث العالم أن الناس تقول هو ده الكلب الحقير اللي حرق المصحف ويكرر تجربة سلمان رجدي وقاية شيطانية ربما هو نفسه بيقول أنا هعمل هذا العمل يوم 10 يوليو كمان وساعدوني ومدوني بأموال وكذا يبقى واحد زاوية إنه عايز بيتاجر بالموضوع واحد بيحاول ينفذ أجندة آخرين واحد بيحاول يستفز مشاعر المسلمين في كل أحوال هذا الفعل الشنيع الحقير الرخيص العنصري لا يؤثر قريباً أو بعيداً كثيراً أو قليلاً على قدسية المصحف الشريف والقرآن العظيم لا يؤثر على كلام رب العالمين لا يؤثر على المسلمين لكن بقول إنه بيفضح العبارات الفتفاضة لمفاهيم الحرية والديمقراطية لدى هؤلاء سقطت الحرية وسقطت الديمقراطية حينما تحولت إلى مفهوم عنصري بغيض يحض على الكراهية الناس دي تتكلم دايماً على إنه السلام والسلم وحرية المعتقد وحرية التعبير وإلى آخره بيكلموا صدعونا على طول بحقوق الإنسان وحرية المعتقد إلى آخره هل هذا يمثل حرية المعتقد؟ عندك اتنين مليار مسلم موجودين في العالم بتتفز مشاعرهم باسم الحرية؟ واحد صفيق واحد يعني عنده خلل عقلي واحد عنده مرض نفسي زي اللي بيدار على فلوس ولا بيدار على شهرة ولا بيدار على ترند انت إزاي تدينه فرصة إنه يعمل هذا الكلام؟ إزاي تحاول تضحك على عقول الناس تقول ده باسم الحرية؟ يحرق المصحف يحرقه كتاب من كتب الله باسم الحرية دي مش حرية دي مش حرية على الإطلاق وبقول تاني الغضبة اللي موجودة في الشارع الإسلامي هيدفع تمانها الشعب السويدي وهيدفع تمانها الحكومة السويدية لأنه فيه غضبة مصر عملت بيان من وزارة الخارجية شديد اللهجة ضد هذا والبيان قدام حضارك هو مصر تديني إحرق المصحف الشريف في السويد وكمان الأظهر الشريف جدت دعوته لمقاطعة المنتجات السويدية وطالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف أهو الأظهر الشريف مواقف جده وموحدة تجاه انتهاكات حرق المصحف الشريف ده الأظهر الشريف وأعتقد أنه ردودة فعالة عربية السعودية والأردن والكويت كل الدول العربية والإسلامية أصدرت بيانات تنديد بما فعلته الحكومة السويدية من منح الرخصة أو الترخيص لهذا المخبول هذا المجنون هذا المريض إنه يطلع يقول كلام فارغ ويحرق المصحف قدام حضراتك وده واحد شكله مريض نفسيا شكله قولا وحيدا يعني هو عايز يعمل منظر وعايز يبقى ترند وعايز ياخد فلوس وعايز 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 لكن احنا مش كل شوية هنددأ نلاقي واحد يندقى ينصور وازاي لا دي دي مشكلة دول دي مشكلة دول المفروض هذه الدول تحترم نفسها الاول وتحترم عقائد وشعائر الاخرين ولا تعبث بالنار السويد بتلعب بالنار الحكومة السويدية بتلعب بالنار الموافقة على حرق المصحف في حماية الشرطة السويدية ده سوق تقدير بكلمات موزرة جدا وحسابات خاطئة برضو بعبارات موزرة جدا واعتقد انه الحكومة السويدية هتدفع فواتير مئة بالمئة لهذا الفعل وبقول تاني انه الناس بتوع حقوق الانسان والناس بتوع القانون الدولي صدعونا بكلام فارغ اجوف كلام فارغ اجوف ازاي واحد يحرق الانجيل واحد يحرق القرآن واحد يسيب الرسول واحد يعمل يا جماعة ده لعب بالنار ده عبت بالنار والقانون يقف عاجزا متظاهرا انه بيحمي حرية التعبير الا لعنة الله على حرية التعبير الا لعنة الله على الاغبياء الا لعنة الله على كل هؤلاء الذين يتاجرون بالحرية اهو الراجل قاعد بيحتفل ومسكي المصحف يعني شلت يداه ومش عرض الفيديو طبعا لهذا الكلام لكن عموما فكرة انه يحرق المصحف اثناء احتفال المسلمين بيعيد الاطحى رسالة يعني اعتقد وانتو بتحتفلوا بييد الاطحى ولبايك الله وما لبايك والحاج شغال بقى وبعدين جايبين واحد من بلغتك واحد عربي وممكن يكون جنسيته وممكن ديانة المسلم يطلع من هذا الكلام انت اللي مدينه الحاضنة العراق طلبت ان هو تستلمه لانه لاجئ عشان تحكمه بقول تاني هو حضراتكم نسيتم انه امريكا اللي هي قبلة وكعبة الديمقراطية في العالم فعلت نفس الفعلة واسوأ منذ سنوات وعقود عندما قامت بشنق صدام حسين في عيد الاطحى لم تكن هذه رسالة ايضا مش عايز ادخل في تفاصيل سياسية لكن بقول تاني انه هناك استهداف للسخرية ومحاولة تأجيج مشاعر المسلمين اعتقد انه العالم في غنى عنها بوتين حاول انه هو يعني يسير عكس هذا التيار وبيقول الحقيقة انه روسيا والدين المسيحي ضد هذا وفيه تقديس واحترام للدين الاسلامي والقرآن العظيم ويجب ان لا يحدث هذا والحقيقة يا روسيا محافظة دولة محافظة مش زي السويد دولة عندها قيم مش زي السويد دولة عندها مبادئ مش زي السويد ولا يمكن ان تقبل بهذا خلينا نسمي الاسماء بمسامياتها بعيدا عن الدبلوماسية بتكلم بشكل اعلامي وافادة على بينها خلينا نشوف بوتين وهو بتكلم عن الحفاظ واحترام الديان الاخرى خاصة الدين الاسلامي جسم الله نسل عائل في وس różnych رسي السويد وحساطة يحرطون إلى التعذير جسم الله يقول أن المسلمان هو نشخي 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 ومن ثم نشخي كيف يحتويح إلى أجرى في نفسنا؟ بالنسبة للنارسيح، بقناة للأجرى، ولكن لنفسنا أنشاء لشبابيك، وليس كبك لعبارته منويات المنضيفة والنارسيح أيضاً لدينا أيضاً كبكة Banك أعلم كبكة في يتحتانى ، نعلم بأن حوال أوليد ترجمة نانسي قنقر